صواح النشاط والحيوية صواح كل حكا حلوة صواح البلد معنا دلوقتي مع الفقرة الرياضية مع حودش حسام صواح الفل ايه الأخبار؟ صواح الجمال الفرحة طب احنا عادينا بس مش عادينا مريحين يعني احنا عادينا يزيل بقدس مره ناس فكرة ان احنا كنا من ريح فعلا ده حقيقي صواح الفل عليكم النهاردة اللي عرفتم منك ان احنا هنتكلم او هنعمل تمارين لكبار السنة ده حقيقي اوكي انها من اهم الاعمار اللي محتاجة للتمريد في السنة دوت بيبقى فيه اعراض كتيرة جدا مع تقدم العمر ان هما من دلناها ان هما بيعرفوش يناموا بانتظام الناس كتيرة بتشتكي من دوت ومتعرفين ان دوت لها علاقة اصلا بالرياضة الفكرة ان احنا من اهم فوايد التمارين السواحية ان احنا بنعملها الصفح هي تنظيم النوم عن طريق تنظيم طبعا الدورة الدموية بتاعت الجسم من خلال التمارين جميل فتلاقي الواحد بينام بطريقة منتظمة يعني هو النوم الاريح هو اللي مفروش اللي بتقومش كل شوية وانت نايم دوت فالنوم بانتظام ده هو اللي بيدي الجزء الريكافري والراحة اللي هو المحتاجة حلو فالتمارين اللي احنا هنعملها النهاردة هيعملوها الصفح عشان يساعد على النوم بانتظام اوكي فهنعمل تمارين بسيطة جدا نقدر نعملها لحد يعني من كل 50 سنة يقدروا يعملوا التمارين ديت وهنتبقى سهلة عديهم جدا فأول تمرين هنعمله احنا عاديين كل الناس واعتقد الناس اللي قال من 50 واللي قال من 30 سيحبوا يعملوا التمارين وهما عاديين احنا هنعمل أول تمرين على الكرسي عادي وهنحاول ان احنا نعمل ايه بقى جسمنا بقى ايه تمام يبقى مفروض ضهرنا مفروض بطننا مجدودة دي كلها حاجات يا جماعة ثابتة في كل التمارين حياتنا كلها بس في كل التمارين في حياتنا و نزاكر و نتفرغى على تلفزيون و نحن بدعم كل حاجة صح في أول حاجة هنحاول أنها ضهرنا مفروض هنقعد على الكرسي اللي هيقدر يرفع رجلين الاثنين هيكفعهم كده فهنحاول نعمل كأننا بنعمل اللي هو البدال يعني واحد التمرين ده بيساعد في إيه يا كورش؟ تري بيشغل أكتر حاجة عضلات الكور وعضلات البطن من أهم التمرين طبعاً بيشغل العضلات الأمامية اللي بردين كمان ثم أنا هعمل أن أنا بزق بكعب رجلي خمس ثواني كمان أربعة، تلاتة، اثنين خائل يا فرح بيحاول أن أنا أشد بطني قوي اللي مش عنا في أعمل برجلين الاثنين ممكن يبدأ برجل واحدة وان أوكي ده أخر تو تري تري يعني دايماً ننصح الناس إنهم يبدأوا بالتمارين السخنة الأولى بعد ما نخلص مصبوب نخلص ديت التذرج أهم حاجة ونبدأ الثانية تو تري فور وان فايف التمرين دوت مهمة قوي لو نقدر نعمله كل يوم هيساعد جداً إن إحنا ظهرنا بأمطلود بطنة تبقى مجدودة على طول فيه تمرين تاني وفيه ميزة تانية للتمرين في الصح الموباليفي أو إن أنا في السن الكبير أقدر أبقى بعمل أبقى فانكشنة الأكرة أو أبدأ أتحرك أتدل مدى الحركي حركة تبقى سهلة شوية يلا بينا نتعب بقى شوية معاعدنا كتير أيوة فيه تمرين هنحاول نعمله بإذن الله كلنا نقدر نعمله هنجرب بحطوات بسيطة جداً هاخد رجلي اليمين خطوة لقدام وهحاول إن أنا أنزل ألمس رجلية بأيدي الأتنين بأتني رجبتي رجبتي متنية تانية صغيرة تانية صغيرة وبأقوم تاني رجلية تانية جنبها وبعد كده أخد الشمال الخطوة قد إيه تبقى؟ بألمس على قد ما أقدر إن أنا بأخد أوسع خطوة عنتي عشان برضو التوازن واطلع تانية هعمل الخطوات ديت هحاول إن أنا أخد عشر خطوات لقد قدام مش عايز أعملها الورا برضو عشان من التوازن الحاجات ديت بتزود عنصر التوازن عند كبار السم أهم حاجات ضهرك يبقى مفروض أنا و أنا هنا أنا ضهري مفروض وأنا نازل ألمس رجلي هنا بألمس رجلي وبطلع وضهري مفروض تاني هتفرق معاهم قوي قوي وحتزود النشاط الحيوية بتاعتنا الصبح كده وأغلب الناس هقدروا يعملوها اللي مش هقدروا يعملوها يقدروا يتمي رجبتهم أكتر اللي مش هقدروا يوصلوا إلى رجليهم يقدروا يلمسوا رجبتهم ويطلعوا يأخدوا الخطوة اللي بعدها يلمسوا رجبتهم ويطلعوا وستاب وايستاب شوية حتلاقيهم مدأوا يلمسوا رجليهم يعني هي أهم حاجة ما نطعباش على نفسنا يعني إذا مش قادرين نوصل لآخر نقطة ممكن خليها أسهل شوية بالظبط أحسب ما نعملش حاجة خالص يعني آآ ده حقيقي باتر ذنة ده حقيقي طيب التمرين التمرين وإحنا نعادين برضه عشان نتشكلكم مخصوطين قوي من التمرين وإحنا نعادين دي مفرح يا عزي العافية بحب تريح من الحاجات دي هننام على جنبنا هنا هنسمد يدينا هنا لو حد من كبار السن عندهم مشكلة ففقهم يقدروا يحطوا مخد دا ويحطوا حاجة يسميدوا عليها ويسمنا كله على الأرض بسمنا كله مفروض وبسطي في نفس الخط مع بعض وبحاول أن أرفع رجل اثنين ثلاثة برفعها قد ايه ولا عجبة أربعة على حاجة أقدر عمل خمسة ستة والثمرين ده بيفيت في ايه؟ سبعة ثمانية عضلات الرجلين كلها بتشتغل العضلة العضلة أو العضلة اللي هي مش الضمة العدسة الخارجية مهمة جدا والعضلة بتاعت الجلوتس تماما هنعمل الناحية الثانية الناحية الثانية برضو تمان تمان عدات تمان عدات واحد ثم 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 ضعرك مفروض يا كوتش رجلك مفروضة ايوه فنروح خمسة ثم سبعة ثم then eight ثم en음 ثم ثم نعمل في وقت ثم الأمر ثم ثم أطول مسافة أو أبعد نقطة في رجلي الشمالي في رجلي الشمالي واحد وحرجع تاني يجيب التانية فتحة الرجل قدي كوتش نفس المسافة على واسع الخط بتاعي وأنا بحاول أوصل ظهري برضو يبقى مفروض مواطنة وأحاول قوي إن أنا ربيتي تبقى مفروضة مش عايز ربيتي متنية بس لو في الأول كملي يا فروح ما تتسليش لا أنا معاك أو أنا معاك أو لو معرفتش عاملها وأنا ربيتي بمقرودة هيحاول أفريدها على قد مقدر مش معناها إن الترويين بتعامل غلط ده معناها إن إنت لسه العضلة عندك بتطول أكتر العضلة الخلفية طيب لو ما يعني وإحنا شغالين هنا الموضوع ممكن يبقى إيه؟ يبقى صعب شوية صح؟ يعني فإحنا بنحاول إحنا إحنا إيه؟ نسهلها شوية فممكن نعمل إيه؟ إيه رأيك يا فروحة؟ زي ما قلنا أعتقد إن إحنا لو مش قادر أوصل لآخر النقطة على قد مقدر حتى لو كانت هنا يعني صح؟ أيوة مصبوط هي زي ما فرحة قالت كده هو إحنا بنحاول إن إحنا ننافس نفسنا شوية يعني ممكن نبدأ نحاول نوصل لأطول نقطة نقدر نجيبها فالنهاردة عرفت إن أنا أشتغل لحد ما وصلت لحد رجلي هقعد أعمل الستريتش دوت كل سنطي بيزيد عندي في المسافة بتاعتي فدا تعور للعضلات بتاعتي والإطالة بتاعت عضلات ظهري وعضلات رجلية الخلفية كبيرة جدا لحد ما أقدر أوصل لمشتريتش أعتقد إحنا أكيد هنلاحظ الفرق يعني يوميا أكيد هيبقى فيه خرق يعني معكس من كل أسبوع هتلاقي مسافة فيه ناس أصلا بحط علامة على رجلها عشان يعرفوا هما وصلوا يعرفوا هما اتطوروا ازاي فده من الحاجات اللي أعطيتك كتير ممكن تحطوا خطوط على الأرض وتحاولوا توصلوا لها هنا دي طريقة برضو مفتالة دي طريقة تانية دي طريقة تانية أنا مش حزين تعملوا علامة على بليكم صحح حلوة أوشي شكرا يا كوتش صباح الفل صباح الفل عليك